بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبعه ذاه وبعد فإن قيام الليل من أفضل العبادات وأعظمها قدرا عند الله تبارك وتعالى وقيام الليل من العبادات التي يتقرب بها المسلم لله تبارك وتعالى كيف لا؟ والله تبارك وتعالى مدح هؤلاء الذين يقومون بالليل في القرآن الكريم في آيات كثيرة منها يقول ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أي كانوا لا ينامون كثيرا في الليل بل كانوا يقومون ويصلون لله تبارك وتعالى ويقول ربنا تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إلى غيرها من الآيات وقيام الليل من أول الوصايا التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين حين قدم المدينة فلما ذهب إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وقال من أول الوصايا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام قيام الليل كان من دأب الصالحين فكانوا لا ينقطعون عن قيام الليل ولا يفترون عنها قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى الله تعالى ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد بل وعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء الذين يقومون بالليل غرفا في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قلنا لمن يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام يعني كلامه حسن وكلامه جميل لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام لذلك رغب النبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم بأن يكثر من الآيات القرآنية التي يقرأها في صلاة الليل قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين أي الطائعين والعابدين لله تبارك وتعالى ومن قام أي من صلى بألف آية كتب من المقنطرين يعني يؤتون أجرهم بلا حساب وبلا عدد ويكفي هؤلاء الذين يقومون بالليل فضلا وشرفا وقدرا ومكانة أنهم يتشبهون بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليلة ويصلي لله تبارك وتعالى كثيرا حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقيل له في ذلك فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا ومن داوم على قيام الليل نور الله بصره وبصيرته ونور الله طريقه قيل للحسن البصري ما بال هؤلاء المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم الله من نوره فينبغي علينا أن نغاضب وأن نداوم على قيام الليل ولو بركعتين بعد صلاة العشاء فقليل دائم خير من كثير منقطع فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبني وإياكم من القائمين بالليل ومن الطائعين والعابرين لله تعالى إنه ولي ذلك ومولاه وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين